تضمن محور بحثي في البحث عن والتطرق أكثر في مجال الحياة البرلمانية بين حطات الماضي والمستقبل المشرق ناقشت في هذا البحث عدة محاور تضمنت هذه المحاور بدايات تأسيس المجلس الوطني وكذلك دخول المرأة إلى مجال المجلس الوطني وتمكين المرأة كما أيضا ناقشت تمكين الشباب ودورهم ومساهماتهم في المجال البرلماني في المستقبل والذي بذلك يحثهم على تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتسخير هذه المواهب والإمكانيات في توظيفها لخدمة الوطن